بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور خليفة محمود عبد الله واستاذ امراض البطنة وحدة السكر ودهنيات الدم كلية الطب جامعة اسكندرية فهنا النصيحة لو سكرك منضبط جدا يعني منضبط جدا من قبل رمضان بحلل سكري ألاقي الصايم بتاعي مثلا من تمانين لمية هو المستهدف من تمانين لمية وثلاثين ليت قبل رمضان سكري تمانين تسعين صايم وبعد الاكل لا يصل للمية واربعين حتى يسموه منضبط انضباط تام وباخد جرعة من الادوية دي بعض الناس تفضل نكتشيل 25% من الجرعة بمعنى لو باخد امريل ستة ملي هخليهم اربعة ملي في بداية رمضان فأول يومين ثلاثة وبعدين هعمل تحليل ولو ليت السكر علي عن المستهدف فهقول لكم المستهدف في رمضان ساعتها ترجع تزود جرعتك تاني بقى من باب الاحوط اقلل الجرعة سنة وارجع لو السكر ليتوا مش منضبط ازودها تاني لكن لو ليتوا منضبط بعد ما قللت الجرعة خير وتكمل بنفس نظامك اذا تقلل 25% من الجرعة يعني لو باخد دايا مايكرون مثلا 120 أرصين 60 هاخد أرص ونص اشيلت ربع الجرعة لو باخد أمريل 4 ملي اخد 3 لو باخد 3 اجرب 2 بس بشرط سكرك منضبط انضباط تام قبل بداية رمضان لك مايجيش بقى دايا سكري النهاردة 170-180 صايم وباخد جرعة واقول هقللها اذا تقللها دا انت المفوت كنت تزودها قبل رمضان دا سكر مش منضبط المنضبط هو الوحيد اللي هيقلل 25% من هذه الأدوية ويحلل بعد يومين 3 ويعيد تعديل الجرعة تاني لو لا السكر ماانضبطش خلاص إبا دي مجموعة الأقراص التي قد تسبب نقص سكر في بقى اللي بياخدوا انسولين وطبعا دي أصعبهم شوية إلى حد ما